اعادة مباراة مصر والسنغال تفاصيل جديدة بتقوي موقف المنتخب المصري في اعادة المباراة وفوز الزمالك على الاتحاد في مباراة سهلة السلام عليكم و اهلا بكم في كرة شراب النهاردة جيب لك خبر عن اعادة مباراة مصر والسنغال بس قبل ما قولك التفاصيل صلى على النبي وعملنا اشتراك في القناة وفعل زر الجرس وعملنا لايك للفيديو ده عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من الناس حصلت وظهرت تفاصيل جديدة تقوي فرص اعادة مباراة منتخب مصر والسنغال ايه اللي حصل و ايه اللي ظهر جديد التقارير الامنية بتقول ان مصر اللي يعبد في تحت ضغط جماهيري يعني ما يلعبش تحته الناس الطبيعيين الكرة العادية الكرة اللي هي من غير ما تكون انت خايف التقارير الامن للمباراة طلعوا بقى في صالح المنتخب الوطني التقارير الامني ده ممكن فعلا يعيد المباراة وممكن ما تتعادش عشان برضو ما كديبش عليك بس اللي عايز اقوله لك ان المباراة يعني فرصتنا في ان المباراة تتعاد بيت اكبر يعني لو احنا كنا حطين امل ان المباراة ممكن تتعاد او لأ لا هي فعلا ممكن تتعاد دلوقتي لان دايما التقارير الامنية هي بتبقى زي الحلقة اللي بتفصل او الموقف اللي بيفصل في عدد المباراة دايما الموقف الامني ان اللعبة لعبت تحت ضغط او لأ حصل مشاكل او لا الحكم كان مرتاح او لا الفرقة المنافسة كانت مرتاحة او لا كان فيه مشاكل كان فيه تهديدات كده فالتقرير الامني طلع كله في صالح المنتخب الوطني وده اللي اكدته صحيفة اليوم السابع لما كتبت على صفحتها ان الموقف الامني كله لصالح المنتخب الوطني كله لصالح المنتخب الوطني انا مش بقول لك الخبر من عندي ان انا اقل لك الخبر من صحيفة كبيرة زي صحيفة اليوم السابع هي اللي قالت الخبر ده وانا جيت بدوري ان اقلهو لك فكل اللي عايز اقول لك ان فعلا المباراة ممكن تتعاد وممكن لا بس التفاصيل او التقرير الامني زي ما قلتلك كله لصالح المنتخب الوطني ونتمنى ان شاء الله ان المباراة تتعاد لو فيه اعادة الحاجة التانية فوز نادي الزمالك على الاتحاد سكندري في مباراة سهلة سهلها النادي الزمالك بعد احرازه هدف مبكر عن طريق الساروخ المدفع احمد سيد زيزو اللي ظهر النهاردة بشكل كويس بعد كلام فريرا معاه بعد مطش المقصة لما اهضر ضرب الجزاء فريرا قدر يتعامل معاه نفسيا كويس واحمد سيد زيزو استغل الفرصة النهاردة وبيسجل هدف جميل وبيصنع الهدف التاني نادي الزمالك سهلة عن نفس المباراة طبعا بعد كمان الطرد اللي حصل وطبعا طرد مستحكم اليوم في المية يعني الرجل كان ممكن يقصر رجل احمد سيد زيزو لقدر الله كان طرد صحيح هدف لاحمد سيد زيزو صحيح مباراة هي لنادي الزمالك لكن يبقى اخونا حمزة المسلوسي مش عارفين هو بيعمل كده ليه مش عارفين هو بيلعب ليه اصلا يعني حمزة بيلعب ليه يا مستر فريرا يعني حمزة ده بيلعب ليه اللي بيعرف يستلم ولا بيعرف يباصي ولا بيعرف يرفع ولا بيعرف يعمل اي حاجة في الملعب ما بيعرفش يدافع ما بيعرفش يهاجم بيلعب ليه مسك عليك زلة ولا بيدفع رشوة ما هم ما ينفعش يكون بيلعب ده عشان بيظهر في التاميرات كويس ما هو ده بيظهر في التاميرات كويس يبقى احنا مستحملين اسلام جابر دي بو ورؤى دول كتر خيرنا يعني الصراحة الناس دي دي بقى بالنسبة لنا يعني توني كروس واي حد دان بيلعب اشوال في نص الملعب او بيلعبوا قدام مكان اسلام جابر الصراحة والله العظيم حمزة المسلوسة عبء كبير عن نادي الزمالك يمكن هو نقطة الضعف في الفرقة كلها بعدا عن كل اللعبة اللي بيبقى مستوحش بس هو ده بيبقى اكتر يعني النهار ده اللعبة كلها بتشوح له اللعبة كلها بتشتمه واللعبة كلها بتزعق له الصراحة انا مش عارف وبيلعب ليه ايه يا دي بس كده النقطة الوحيدة اللي عايز اتكلم على فلماتش مش عايز اتكلم فنيات كتير لكن ايه دي النقطة الوحيدة اللي عايز اتكلم على فلماتش ليه حمزة المسلوسة بيلعب اساسي ليه بيعمل ايه انت تصعد ناشئ يلعب احسن منه تصعد ناشئ يلعب احسن منه نادي الزمالك كسب الاتحاد مقدرش يبقى قد المباراة طبعا خاصة بعد الطارد زي ما قلت التحاد ضايع فرصة قبل الهدف بتاع نادي الزمالك انفراد لكن محمد عبدالغني قدر ينقذها نادي الزمالك قد المباراة كويسة جدا عن يعني ماشي في استمرارية في الفترة الاخيرة ان المباراة رتم الزمالك بدأ يتحسن ولعب الزمالك بدأ يتحسن اتمنى دايما نشوف الافضل في الدور المصري ده كان فيديو النهاردة اتمنى دايما اكون بقدم لك حية كويسة ما تنساش تعملنا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ده وتدعو وتقول يا رب اعادة مباراة مصر والسنغال سلام